السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معي في قناتي اكلنا بالمصري ان شاء الله النهاردة هعمل الفراخ المشروية في الفرن بتدبيلة مميزة جدا مكونات التدبيلة بسيطة جدا لكن الميزة فيها ان انا بتدبيلها من جوه ومن بره بطريقة مختلفة يعني بعمل فتحات في السدر تخلي الكتلة بتاعت سدر الفرخة متدبيلة كويس جدا وبقية التدبيلة بتاعت البصل المبشور المبهر بحش بيها الفرخة علشان تديني طعم هايل بالطريقة دي هناكل الفراخ وخصوصا صدر الفرخة متدب لاخر حتة هنقول بسم الله واول حاجة انا ببدأ بيها بعمل فتحات في صدر الفرخة من الناحيتين بعمل 3 او 4 فتحات وضروري ان الفتحة تكون غويتة شوية يعني مش من على الوش بعد كده بعمل فتحات برضو في الورك بتاع الفرخة وميزة الفتحات دي ان انا بعد ما بعمل خلطة التدبيلة بدخلها في الفتحات دي كده اللحم بيتشربها وبيكون واخد من طعم البهارات والملح اللي انا حطاه في التدبيلة وكمان طعم البصل لان الطريقة العادية اللي احنا بنعملها بنتبل الفرخة من برة يعني من على الجلد ولما بنيجي ناكلها ونشيل طبقة الجلد بنحس ان الفرخة مش متدبلة قوي وخصوصا لو احنا استعجلنا عليها وسويناها على طول انا بجاهز بصلة كبيرة مبشورة وبضف لها معلقة ملح ومعلقة صغيرة مليانة من بهارات الفراخ ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من التوم المفروم وبخلطهم كلهم مع بعض كويس جدا وببتدي اتبلها في الفتحات اللي انا عملتها في السدر وفي الورك وبدخل التدبيلة كمان تحت الجلد وبقيت كمية البصل بحش بيه الفرخة من جوه ده كله طبعا انا بعمله بعد ما بكون غسلتها كويس بعد ما عملت الفتحات دي يعني بعد ما بخلص الفتحات بالسكينة بخسل الفرخة باللمون والملح وبشطوفها كويس بالمية وبسيبها تصفة بعد كده ببتدي اعمل خطوة التدبيلة وميزة الطريقة دي ان بعد ما بخلص التدبيلة اقدر اسويها على طول ولما بنكلها بنحس انها متدبلة فعلا من جوه ومن بره بعكس الطريقة العادية بتكون التدبيل على وش الفرخة علشان تتشربها ضروري ان انا سيبها فترة وخصوصا طول الليل كمان كده بنحس ان طعمها متدبل كويس لكن لو استعجلنا عليها بنحس ان هي دلعة من جوه بعد ما خلصت الحشو انا كتفت الفرخة علشان حشو البصل ما يطلعش وبحطها في الصينية وبضيف لها كوبايتين مية وورق لورة وحبهان وحوالي اربع فصوص او خمسة من الكوباب الصيني وبحط ورق زبدة على وش الفرخة وبلفها بالفويل كويس جدا ايه بدخلها الفرن بكون مشغلها من الاول على اعلى درجة وبحطها على الرفل في النص وبتقعد من نص ساعة لساعة الا ربع حسب حجم الفرخة وده بيكون شكلها بعد ما بتستوي ايه بطلحها من الصينية وببتدي ادهنها بمعلقة زيت ومعلقة من السوس الباربيكيو ونص لامونة بخلطهم مع بعض وبدهن بيهم الفرخة علشان تاخد وش تحت الشوائي وممكن بدل سوس الباربيكيو مع علاقة قدشب او صويا سوس حسب المتاح عندنا ايه بشغل الشوائي على نار متوسطة وبقلب الفرخة على كل جنب لحد ما بتاخد اللون اللي حضراتكم شايفينه ايه زي ما احنا شايفين السدر بتاع الفرخة ايه متبل من جوه وده حشو البصل ايه طبعا واخد اللون ده علشان البهارات وبالطريقة البسيطة دي مش هنحتاج نسيب الفراخ في التلاجة طول الليل علشان تتابل مجرد ما هنجهزها وانسويها واحنا بنقولها هنحس الطعم التوابل فيها كنت عملت الطريقة اللي زي دي في الفراخ المسلوقة وان شاء الله حط الرابط بتاعها في صندوق الوصف للي حب يشوفها ودي كانت طريقة الفراخ المشوية بالتدبيلة السريعة ان شاء الله لما نجربوها هتعجبكم السلام عليكم ورحمة الله